روحنا في الهدف روحنا في الهدف أولى أهداف المباراة للبقلاوة هو الهدف الأول للملعب التونسي هيئة الملعب التونسي باشترفع قضية عدلية بالمدرب مختارة لي للأسباب والتفاصيل من عمد الناتقر اسمي الأستاذ الأستاذ آية الله حلايم في ميكروفح سنلجأ إلى القطة أولا باستصدار إذن على العريض ما رئيس المحكمة المتدى أيام بتونس قضى تكليف خبير في المحاسبة حتى نفشف الحقيقة لجمعية الملعب التونسي وحقيقة الوضع المالي فقع تتبع الجزائي لمن أهتكى أعراض بعض مسؤولي جمعية الملعب التونسي رئيس الجمعية والهيئة المديرة برمتها بالنسبة لي نحن المقدم اعتذر لجمعية الملعب التونسي بالنسبة لي نحن هو في ملع عليه هل الشكوى أذية نحن الشكوى في حق أحد الضيوف نقتل اللي يسمى أحد الضيوف يتعرض إلى المسائل الشخصية وأعراض الناس وشرف الناس ويتعرض إلى مسألة اللاعب بالأموال أذية وهم خطيرة نحن من يشف ننسكت عليها سيموختار وانت زادة أيضا تلام عليك برشا ويعني برشا ناس مقربين للهيئة المديرة وليسيد أنور الحداد مثل ما هو الحال لأنا والطارق قال لك أنني مؤامرة وأنك عندك حسابات تصفي فيها مع أنور الحداد وقل تقبلني وبعد قال ما قبلنيش وكأنه مشكلة شخصية عندك مشكلة شخصية مع سيا أنور أبدا 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 أنور الحداد صحيح تقبلنا قبلها وقت نحن لا سعد الدريدي نحن بل كش أنت تنقض في أنور الحداد والهيئة المديرة من عبتوسي خاطر معي تولك شتراني لا أبدا ندرم أو ندرم مش هذا مشكلة أنا مش هذا حياتي حياتي توجهت في اتجاه آخر لكن وقت اللي يقول أنا ما نمينا مع الوزراء الاجتماع اللي عملوهم مع الوزراء عمناود بعد في الأزمة متاحهم ما نمينا للـ 180 مليون كيفاش 180 مليون بش يكملوا بقية المشوار متاع الموسم القدم وقت الموسم متاع كل الماتش بلزوز ملايين وثلاثة ملايين برا ماتش وهذا ما هوش صحيح لأن المسؤولين لكل متاع ملعب التونسي يقولوا الـ 850 مليون تحصل عليها لما هذيك تلمت عليها سنين صحيح كما قلت أنت يعني ناجم يكون إيس عنده فلوس وإيس ما عندهش فلوس أنا حدث ما عندهش فلوس نهرت لي السلم الملعب التونسي أحمد الصالح أعطاها مليون باش خلص بطاقات متاع الانتخابات اللي صارت يعني المساكني اللي موجود حاليا وهذا متأكد اللي الملعب التونسي اقبض 250 مليون ففي صفقة المساكني من عند الأخويات الأخوية الأخوية فهمت فأحنا موش لأحنا معنا حتى مشكل مع الملعب التونسي ومع أنوان حداد لكن الموقت اللي يجي بنا المدير الفني ويستعرض علينا عضلاته ويقول هاو من التونييات هاو عندنا هو ساح نشقنا كما قال الأستاذ يعني قلنا ستة كورن مش هل نجمناها من روسنا هاو طلعها المدرب هو اللي قالها اثنين التونييات اللي هو المدير الفني هذا يقول لي خالد شوشان نخرج يعني بطريقة طردور خير نقول غير لائقة لما تصرف تصرف يعني غير رياضي تجاه حباء نجم الخلادي وقت اللي كان موجود في ستاف تكنيك نجم الخلادي هذك في الأسباكة واليوم اليوم نص نهار ونص صارت هجمة على الملعب من طرف أحباء الملعب التونسي وجدوه هو وجدو المدربة متاع الأمال وطلبوا منهم مغادرة المكان نعز عن نقطة الملابس الملابس هذي جابهم هو المدير الفني متزايا تعه هو المدير الفني هذي خالص على آخر فانكو وقال في التصريح متعه في تلفزة أخرى قال أنا منيش خالص هو خالص المدير الفني هذي هو نسيب مالك المالك تحدد هذو من كلهم يعني معطيات اللي اللي ممكن ملاحبان ملاحبان الملعب التونسي ما يعرفوهمش أحلا نعرفوهم رونا دينا رونا دينا رونا الله 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 الله